بداية ما كانش عندنا مبادرة بتستثمر في مجال التنمية البشرية النهاردة طلعت مبادرة حكومية اسمها بداية بتقول أنا بستثمر في مجال التنمية البشرية أنا هدفي أن أنا أنمي الإنسان مش أنمي صحته أو أنمي الجزء الاجتماعي بتاعه أو أنمي مش عارف الرياضة لا أنا أنمي الإنسان هدفي الإنسان لذلك اسمها واضح هتعملوا إيه أو المبادرة هتعمل إيه وشايف أنها ممكن توصل خلال كم سنة في النهاية تقدم حاجة حقيقية على الأرض مبدئيا صباح الخير على المشاهدين وصباح الخير على سيدتكم ثانيا أنا أحب أن أوضح أن الموارد الطبعية تنضب تنتهي ولكن الموارد البشرية ورأس المال البشري الإسمار فيه يؤدي لتحقيق تنمية مستدامة للوطن والمواطن حقيقة الأمر فهنا نتكلم عن بداية جديدة لبناء المواطن وتحقيق الاستراتيجية مصر أو رؤية مصر 2030 التي نعي لها كويس قوي ونعلم أن هي مش بس بتركز على أن المواطن أو الطفل ينشأ في المجتمع بس صحيا أو بدنيا جيد لا صحيا وفكريا وثقافيا والفكرة كلها أن هي مبادرة شاملة أن هي تركز على التنشأ الاجتماعية للمواطن منذ البداية ومنذ الصغر من قبل الولاد بيتم الاهتمام به اللي هو قبل الزواج بيتم الرعاية به وبعد الزواج من سن سنة لست سنوات وهذه الفترة مهمة جدا للتنشأ الاجتماعية لتكوين مواطن قادر على موجهة أي عداءات بتحصل في الوطن مواطن واعي والواعي هو حق تصد لجميع الهجامات اللي بتحصل فيها المجتمع في هذه الفترة فهذه المبادرة هي مبادرة لتحقيق تشبيك ما بين المجتمع المدني والحكومة هي مبادرة لخروج مواطن لديه هوية وطنية مصرية مواطن يعني من جميع الاتجاهات صحيا من ناحية الصحة التعليم الثقافة الرياضة الجزء المهم جدا وهي يمكن أنا دايما بقولها تنمية القيم الولاء والانتماء اللي بنفتقد لها في هذه الفترة يعني إحنا بداية لو هنشرحها من البداية كده خلص من أولها كفكرة وكاسم هي بتستهدف الناشئة تستهدف الناشئة حتى 45 عام عندما نتحدث عن هذه المبادرة فنحن نتحدث على حاقة صد لجميع الهجامات اللي بتحصل دلوقتي وأنا حابة بقى أن أنا أخذها من منظور مختلف عشان نشهد أستاذ المشاهدين يعو طبيعة الفترة اللي احنا عايشينها